دكتور رائد خنفر يسعد لي صباحك صباح الورد مساعد صباحك صباح خير يا دكتور صباح الورد احنا كثير اول شي سعيدين بتواجدك معنا يعني اول مستشار الـ ROI كلمة بجوز غريبة هي اختصار لكلمة نعم فحبين تحكينا عن هاي الكلمة وهاي الجملة وتعرفيننا فيها اكتر اوكي كاختصار الـ ROI هي اختصار return on investment نعم وهي العائد على الاستثمار صحيح هي قياس العائد على الاستثمار وهي عبارة عن طريقة او منهجية هي ليست حديثة هي قديمة يعني بدأت في الخمسينات ولكن تم تطويرها على اكتر من عالم الى ان نطورها اللي هو جاك فيليبس في السبعينات وما زال لغاية الان بيشتغل عليها وبيطورها وبيستعملها طب احنا بدنا اول شي نهنيك ونحكي لك الف مغروق انك انت خلال قبل اسبوعين حصلت على انك انت اول اردني واول مستشار في الـ ROI نعم تحكي لنا اكثر عن مشاركتك وكيف حصلت على هذا هلأ موضوعي مع الـ ROI هو موضوع قديم مش جديد بدأ في 2013 عمنا يمكن بدأنا في مؤتمرات بسيطة هيك بدأت في السودان في 2014 رحت حضرت دورة في واشنطن مع دكتور جاك فيليبس في هذا الموضوع في 2015 وقعنا اتفاقية احنا كمركز عالمي للتدريب والتشارات مع الـ ROI انستيتيوت اللي في امريكا انه نكون احنا شريكهم ووكيلهم المعتمد الحصري في الاردن 2016 استضفنا دكتور جاك فيليبس في الاردن وكان متحدث في مؤتمر على مستوى كبير اول مرة يعقد مؤتمر زي هيك في الاردن كمان وقتها وعمل تدريب على هذه الشهادة لعشرين شخص في هذا الوقت من دول مختلفة مش بس من الاردن وهيك بدأت القصة وبدأت تطور يعني لغاية اليوم هلأ دكتور انت بحديث مسبق انه انت كنت تحكيلي انه في سبعين دولة موجود هذا المنهجية والنظرية نحكي بالاحرى ومن جديد من ست سبع سنين دخلت دول عربية نعم هلأ انت بنحكي عن مشاريع والعائد الاستثماري منها بالعادة انا سألتك مبارح بقولك يعني ايش الفرق ما بينه بين دراسة الجدوى هلن نحكي ايش يعني احنا بنعمل دراسة الجدوى لأي مشروع والفرق ما بينه ما بين الار او اي نعم هي صحيح مطبقة في السبعين دولة والحمد لله انها بدأت تطبق يعني حديثا في الدول العربية ودول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لكن لسه بحاجة لوقت اطول عشان احنا نفعلها بشكل اكبر ونعمل وعي لانه في كتير ناس للأسف ما بدأت اهميتها يعني كار او اي هلأ هي ليش مهمة وليش وشو الفرق بينها بين دراسة الجدوى الاقتصادية دراسة الجدوى للمشاريع تنعمل مسبقا صحيح وهي دراسة عادة تنبؤية تعتمد على بعض الوقائع والنظريات لكن هي تنبؤية واحنا في عنا تنبؤ ان هذا المشروع رح يكون مصاريفه في السنة الاولى كده واراداته في السنة الاولى كده المتوقعة السنة التانية متوقعة الار او اي هي تعتمد على ارقام وقياسات حقيقية يعني احنا بنقيس شيء معين وارقام معينة في الها طلق يعني هي طريقة نتعلمها مش صعب كتير يعني خطوات بنمشي عليها هاي الارقام احنا بناخدها بطرق معينة كيف نجمع معلومات وهاي المعلومات نحولها الى قيم نقدية فبنعرف انه هل هذا المشروع او هذا الشيء اللي احنا عم نشتريه او عم نصرف عليه هل الفلوس اللي احنا دافعينها هاي راحت على الفاضي يعني عم بطيه ولا فيه من وراها فايدة هلأ كيف نتأكد لازم نطبق الارواي عشان نتأكد انه هذا المبلغ اللي دفعناه هو رجع لي بثلاث اضعاف اربع اضعاف خمس اضعاف ضعف ونص حسب يعني لكن في الاخر رجعته وفوقه في يعني زي ما نحكي ربح فايدة انا بدي اسأل سؤال احنا قلنا هلأ بنحكي عن مفاهيم ومصطلحات قلنا نحكي عن ارقام وقياسات كل هاي المواضيع زخمة على اي شخص انه ممكن يفهمها فممكن اي شخص بده يستثمر مش بس شركات كبيرة قلنا نحكي اي شخص مثلا بده يقيس الرو اي له فكيف ممكن يفهم الموضوع هذا بطريقة مبسطة هلأ هو لازم ياخد دورة فيه دورات معينة فيه دورات بتكون ورشات عمل قصيرة تعريفية وفيه دورات اللي هي دورات السيرتيفكيشن اللي هي تمنح الشهادة الاعتماد من الولايات المتحدة الامريكية هاي الدورات احنا بنعطيها في الاردن انتوا المعتمدين احنا المعتمدين بالضبط وحيدين انه نعطي هذه الدورات او نعمل استشارات فيها او نعمل دراسات لأي جهة بدها يعني بس قداش هذه الاشي بيأثر وبيحد اني انا اي مشروع افتح وممكن انه يصير فيه عندي فيه خسارة او انكسار للمشروع كداش انا بيخليني اني خفف من الرزق بدنا نوضح نقطة صغيرة هي الارو اي مش للمشروع بشكل عام مش للمشروع كامل احنا منافر هي مشكلة معينة مشكلة معينة نبحث فيها احنا بدنا نبحث كيف نحل هاي المشكلة نبدأ من الاساس بالبحث في المشكلة ما اسباب المشكلة كيف نحلها وهذا هو الحل المناسب او لا هلا بنحل المشكلة هاي او نضع الحلول المناسبة هاي الحلول بتكلف فيها تكاليف قد يكون حل المشكلة انه احنا مثلا نشتري سوفتوير او برنامج معين ونطبقه قد يكون الحل انه ناخد الموظفين هدولا ندربهم في شيء معين صح قد يكون انه نبتعثهم مضرة نعلمهم او نعطيهم درجة مثلا جامعية معينة او دراسات عليا واتفر عشان نحل هاي المشكلة طب بكتور مين الفئة المخاطبة للارو اي يعني احنا مين اي شركة بنقدر نخاطب عشان يفهموا هذا الموضوع الارو اي تطبق في حوالي 22 مجال مختلف تطبق في القطاعات الحكومية في القطاعات الخاصة وقطاعات الاعمال قطاعات صحية عسكرية شركات غير ربحية او مؤسسات غير ربحية كثير مجالات تطبق فيها الارو اي لان زي ما احكي انها عبارة عن طريقة او منهجية احنا بنطبقها حسب اسس ومعايير معينة في اي مجال بدنا يعني المهم نطبقها صح وشو ما طبقناها في اي مجال رح تعطيني النتيجة تبعا يعني احنا لازم نحكي مع حتى التوب مانجمنت دائما هم المسؤولين الفكرة لازم يفهموها بالقبل هي اصلا اللي بيهتموا بالارو اي كقيمة هم التوب مانجمنت الناس المسؤولين الكبار دائما خايفين على الارقام هو في الاخر بقول لك انا ما بهمني شو تشتغل انت اشتغل بس في الاخر الورجين الفايدة اعطيني النتيجة احنا مرات احنا في هنا ثقافة او تقاليد او تعاليم احنا تعلمناها بداية ضلينا عليها يعني مثلا تيجي تحكي انت لو مثلا شركة او منشأ او اي حدا ر او اي لا خلص انا عارف شو اللي عندي عارف شو التيم الموجود لاندي اي مشكلة من خبرات السابقة من اشيائي انا بعتمد عليها وبمشي عليها فقديش صعب انك انت كاول مستشار في الار او اي في الاردن انك انت توصل هذا الفكر وهالي المنهجية خليني ما بديش احكي انا للناس لشريحة الشركات والمستثمرين هي طبعا مسؤولية كبيرة لا شك انها مسؤولية مش سهلة انه انت تعمل وعي للناس بشو هو الار او اي وشو همية الار او اي وليش لازم نطبقه هلأ اذا انت اقنعت لهم المتخذي القرار بهذا الشي هم حيطبقوه في مؤسساتهم في شركاتهم في وزاراتهم في اي مكان يعني مش سهل الموضوع لكن احنا شغالين عليه عم نعمل محاضرات توعوية لقاءات زي هيك تلفزيونية مثلا ورشات عمل صغير التعريفية لمدة يوم او يومين فقط بالتعريف دكتور اللي بيجي بتدربه او بياخده من عندكم هاي المنهجية او النظرية نحكي برجعه بيدرب لا هو فقط بيعطي محاضرات فيها في شركته صح؟ حلو عشان ياخد الشهاد المعتمدة لازم ياخد دورة تدريبية معينة يعني دورة مكتبة جدا وبعدها لا وفي مشروع رح يعملوا بعدين عشان الار اي انستيتيوت يتأكدوا انهم فعلا هو قادر على تطبيق المنهجية هاي فبيعمل مشروع معين على مؤسسته على شركته وما بده هذا المشروع مشروع حقيقي يعني بيكون اذا عمله بطريقة صح اذا هو خلاص بيعتمد عليه يمنح الشهادة وبتيجي شهادته حتى من امريكا يعني مش من هون في هذا الحال يسمح له انه هو يعمل توعية مش تدريب له المكثف بيعمل توعية بسيطة لمدة بسيطة في المؤسسة تبعته فقط وبعمل دراسات لمؤسسته مش خارج المؤسسة انه يعمل دراسة الرو اي لأي مشروع في الدياج والمؤسسة يعني شو هالمعلومات القيمة الجديدة المبتكرة يعني انا ما سمعت فيها دائما نسمع دراسة جدوى دراسة جدوى لكن اشي مهم نعرف بالرو اي بهذه المنهجية ونظرية نورتنا دكتور اهلا وسهلا فيك نورتنا وعن جد نحكي لك الف مبروك وان شاء الله من نجاح لنجاح اكبر وان شاء الله نظرية الرو اي تقدر انها توصل لكل الاردنيين توصل لكامل الوطن العربي عشان احنا نقدر حتى نستفيد منها